ملايين ليلة سوري والله أطلحالي عرفتوا من صورتوا بقى تعرف انه دول ما بيطلعوا 200 دولار هدول هل يصاب ليلة سوري ما بيك أفقوني لآخر الشهر انت ما حدقت لي وطبعا ما عد فيني إطلوب مصاري انت لي ما بتكرر طيب كهرباء بدي كهرباء بتصدق انك تعرف عدناك هتطلب أطلب كلكم عم تطلبوه لأنه شو شايفيني قدامكم مرد أنا نجب لك هرباء هلأ أنا بسيك خد ايه هوا بسيك بجيب المصاري والكهرباء اللي بديها بس عطيني فيزا عادت عجيزة ها شو 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 فيزا اعمل خواريق أنا انت سوري وانا مارد مصباح سوري انا ما عمي يعطوني فيزا وانا مارد اضرب واطراح بدوني يعطوك فكزا الاف شو هالحظات يعني بالعين شو بقي اكتر نو يطلع لي مارد المصباح السحري أنا شو شو ساوي بحالي كيف وصلت لهون انا بس شرح لي ها؟ هاي فيني ساعداك فيا؟ عطي برا بونس من عمك أب ماري بس تعطيني خمس نجوة على تطبيق لبيلي يعني يعني شوف القصة عندكم كل اعتا بلش بها 58 في صارت الوحدة بلش بعدين بقى بلش بقى بلش بقى فرز الدكتاتوريات و بستبداد وحطني عزب الواحد ديب 63 بقى صارت وكلاب 8 عادة 8 عادة بلش بقى ببهل ورد أمورك عطي وصلا بستوستي راحة لحقوق موسيقى أهلين وسهلين ومرحبتين حبيباتي وأحبائي المتابعين والمتابعات شو بيكن لبيكن؟ جهبزكم بين ديكن لطالما يتبادر إلى ذهننا سؤال وليش سوريا وصلت له؟ بلد كامل الدمر مئات آلاف الضحايا وملايين اللاجئين مأساة القرن الجواب الأكيد هو أنه يلي صار ما صار فجأة هو امتداد هو النتيجة العوامل صارت على مدى عشرات السنين نحنا اليوم عم ندفع 8 شيء اللي صار على مدى أكتر من 60 سنة من تاريخ سوريا حمادي عود مع أي حدا من عائلتك عمره كبير شوي والدك جدا واسأله عن أبو عبدو مين أبو عبدو؟ استغربت أنت حمادي روح واسأله مين هذا أبو عبدو؟ رح يجاوبك قيل لك أبو عبدو أمين الحافظ رئيس سوريا بالستينات بيحكي لك قصة الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين يلي عمليت ضجة كتير كبيرة بعهده لأمين الحافظ وأحداث حماة الأولى يلي قصف فيها المدينة وحصل على لقب أول رئيس سوري بيقصف شعبه كان الشعب يقول عنه أبو عبدو السفاح راح الشعب راح أيام القتل والقصف قال عندناها على المكان البداية الزمن الجميل السمور عارف عنين كانوا السوريين شو جعيهم لقدام ما شافوا الزعماء الحقيقيين كيف بيكونوا سفاحين المهم لحتى نفهم ليش وصلنا لهون لازم نفهم تفاصيل وحطها هيك مع بعضها مثل لوحة البوزل أطعة وراء أطعة يجمع الخيوط مع بعضها لتصير اللوحة كاملة للصورة كاملة ومفهومة ومن التفاصيل اللي كتير مهمة بقصة سوريا هي قصة أبو عبدو الزمان بعد كم يوم من انقلاب 8 آدار مارس سن 1963 قال ما كان مطار المزة بدمشق سوريا حط الطائرة فيها جنرال أمين الحافظ هو كان ضابط بعثي معارض لنظام الانفصال هذا النظام الانفصال اللي اجا انفصل عن مصر مو كان في واحدة بين سوريا ومصر انفصلوا هدول المارس اللي حكينا عنه بهي الحلقة 63 يعني يمكن ما رادونا عمرو يعدو بتلب تسنية نزل أمين حافظ من الطيارة وعم يستنى بقى مين بده يكون عم يستقبله عاديله ابن أحمام شي ضابط صغير بالجيش بس اتفاجأ وشاف حدا ما كان متوقع يشوفه أبدا بالمطار الجنرال محمد عمران بجلالة أدرو عم يستنى مؤسس والزعيم اللجنة العسكرية البعثية وهي اللجنة سعادية تنظيم عسكري سري كانت هي العقل المدبر ورا انقلاب 8 آدار 63 المهم أخدوا لأمين الحافظ تبنوا وبلشوا يرفعوا سلموا وزارة الداخلية وصار مدافع شرس عن النظام الجديد ضد المحاولات الانقلابية هاي الانقلابات اللي خططوا الناصريين بهذاك الوقت وحتى قرارات الاعدامات اللي صدرت بالناس اللي عملوا هاي المحاولات الانقلابية صدرت باسمه لأمين الحافظ لدرجة انه الرئيس المصري جمال عبد الناصر عمل حملة دعائية ضد أبو عبدو أمين الحافظ شخصيا وسمى سفاح وترفع أبو عبدو وصار رئيس لمجلس قيادة الثورة بعدين صار رئيس للدولة رئيس سوريا وهالحكي حمادي قبل حوالي 60 سنة من اليوم أبو عبدو حكم سوريا أقل من 3 سنين بشوي خلالها 3 سنين كان وضع البلد مكركب كتير الوضع كان متذبذب يعني متل رقاص الساعة يمين شمال يمين شمال لأنه سياسيا كان في جناحين جواة حزب البعث الحاكم جناح بدو يعمل الثورة الاشتراكية ثورا وحالا بدون أي حلول وسط وجناح تاني نص على نص من الأساس شو يعني ثورة اشتراكية؟ سعاد جايكي بالحكي ورح تعرف اليوم من وين كان يجي الكلام اللي بكتاب القومية بهذاك الوقت كان فينا نعتبر انه حزب البعث مقسوم لنصين الاول هو القادة التاريخيين للحزب متل ميشيل عفلق وصلاح الدين بيطار ومعهم أنصارهم متل منصور سلطان الأطرش وشبلي العيسمي وهدول كان شو برأيهم؟ هدول كان برأيهم انه الاصلاح الاشتراكي بيصير شوي شوي خطوة خطوة دادة دادة وخارجيا كان بدون يتصالحوا مع مصر يخففوا التوتر مع جمال عبدالناصر أما القسم الثاني فهو جيل من البعثيين الشباب هدول كان برأيهم انه حكي القسم الأولاني العجايز أنصاف حلول كانوا شباب متحمسين وعم يتعرضوا لهجوم من عبدالناصر ففكروا شو أفضل طريقة نرد على هجوم عبدالناصر ما لنا غير انه نزود عليه متى جمال عبدالناصر نفكر لي حالك ابو الثورة وابو الاشتراكية والاصلاح الزراعي وتأميم المصانع والمعامة نحنا بسوريا البعث رح نحطك بجيبتنا الصغيرة يجو كم شاب سوريا ساريين متأثرين بالفكر الشيوعي مثل ياسين الحافظ من دير الزور قعدوا بقى يكتبوا عن أهمية الاشتراكية وأنه هي أهم هدف من أهداف الحزب هي شو أهداف حزب البعث؟ واحدة حرية اشتراكية قال لك شو بدنا بالوحدة والحرية؟ أهم شي الاشتراكية رح نجيب كتب شيوعية ماركسية لينينية من أوروبا الشرقية ونترجمها متل ما هي ونحطها رح نخليها برنامج عمل لحزب البعث وفعلا يا حمد يا سعاد ترجمة هاي الأفكار وأشهرها هي اللي كنا ندرسها بكتاب القومية المنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي كيف كنا نتحمل هاد الحكي ونحفظه بكتاب القومية ومدري كم سنة بالمدرسة؟ هالقرارات الاشتراكية المتشددة هاي اللي كانوا من تخزين هذول الشباب الصغار وطبقت على الأرض وكيف طبقيت؟ بمجموعة جديدة من قرارات التأميم يعني يروحوا لعن صاحب الأرض الخاصة ولو هدي عندك أرض هاي لعلك؟ هاتا صارت ملك الدولة هاي أرضك خاصة باسمك؟ باسم الولاد؟ هاتا صارت لملك الدولة وسياسيا بيقولولك نحنا ما بتعجبنا ديمقراطية تبع الغرب هاي اللي بتحكو عليها برلمان وطربيش ونقاش هاتو خود وكل واحد بداعطي رأيو؟ هات من ايدك أنا بعملك بيتزا بالبيت قطيب من تبع السوق رح نعمل ديمقراطية شعبية قريت نسجل المقادير عنها بيحكموا فيها لهي ديمقراطية شعبية العمال الفلاحين صغار الكسبة والمثقفين الثوريين وان شاء الله الف سعطين وهنا وبالأرياف قالوا لك الاصلاح الزراعي طبع عبد الناصر هذا لعبولاد نحنا رح نعمل مزارة تعاونية ملكيتها للفلاحين يعني تقريبا على مبدأ الشيوعية بس هاي السياسة الثوراجية المتشددة ما كانت تعجب كثير من الناس خاصة بالمدن لانه هاي السياسات كانت تعلم بشكل مباشر انه هي ضد التملك الخاص يا اخي انت ما بصد يكون عندك محل انا بدي يكون عندي محل يكون عندي ارض يكون عندي معمال قام صار ردة فعل وعدة اضطرابات شي بدمشق شي بحلب شي بحمص احتجاجا على هاي السياسات المتطرفة المتشددة يا اخي يمكن اشهر الاحداث هو الاعتصام اللي صار بالجامع الاموي بدمشق وتعامل معه النظام بانه فات بسيارات البتي ار فات عليهم بسلاح على الجامعة لجوه باللا اضافة لاحداث مدينة بحمى اللي ليت له دلالة سياسية كتير مهمة شو صار بحمى وقته happened هاهاهاه انت انت من ان تجهبز ون قبل شوج الوقت عادةً أي نظام سياسي بأي بلد بيكون في يمين ويسار يمينكم ويسارهم اليسار بشكل المتطرف بيكون عم يحاول يطبق البرنامج اللي البعث كان عم يحاول يطبقه اللي حكيت لكم عليه قبل شوي متطرف بس كمان بنفس البلد وبنفس الشعب بيكون في ناس اتجاههم يميني الأفكار اللي بتبناها اليمين عادةً بتكون تدعم الاقتصاد الحر الشركات الخاصة اجتماعياً بيكون تفكيره محافظ يعني بيقدر دور الدين بالمجتمع المهم إجا حزب البعث ولغى وجود الأحزاب الثاني بحجة انهم انفصالية أو رجعية مو مع الثورة تبعه بوقتها صادر الإعلام والجرائد وسمح بوجود خط سياسي وإعلامي واحد هو الخط تبعه وأي رأي سياسي تاني خلال منوع سكوت أم هدول اليمينيين اللي حكيت لكم عنهم قبل شوي يبدوا اقتصاد حروا ومحافظين ما عاجبتهم هاي التغييرات تبع حزب البعث أم صاروا يعملوا اعتصامات مثل هاد الاعتصام تبع الجامع الأموي بدمشق أهم السلطة كسلت الأضرابات هاي بالقوة وفرضت حظر تجول وشو صار بي حماي اللي كانت معروفة إنه مدينة محافظة بسوريا صار في مشكلة من نوع مختلف مشكلة صارت بين طالبين واحد بعثي وواحد مبعثي أهم إجت السلطة واعتقلت الطالبين اللي مبعثي ضاجوا الناس وعلقت بين الأمن والطلاب أمنقت الواحد من الطلاب أم على أثر هاي الحادثة صار أضراب شل المدينة كل ياتا بـ 12 نيسان أبريل سنة 1964 خلال كم يوم ادهورت الأمور وتحولت لمواجهة مسلحة من المعتصمين بجامع السلطان والجيش قام الجيش قصف مادنة الجامع وانقتل عشرات المعتصمين وضربت السلطات طوق أمني حوالين مدينة حما وصار بعدين بقى سلسلة من التأميمات والمصادرات العقابية عاقبوهم للناس يعني بس بعد هيك صدمات عادة النظام كان يرجع خطوة لورا كان يجيب معتدلين يحطهم بالواجهة ليهدوا الناس وشو هدفه النظام كان بوقتها؟ كان هدفه انه يكسب وقت لبينما يمسك البلد كل ياتا منيح وكيف كان بديو يمسك البلد كل ياتا؟ عن طريق خطة كان حاططها اسم التبعيث ببساطة يعني انه نخلي كل البلد بعثي إدارة الدولة بعثيين الجيش بعثيين المؤسسات بعثيين الأمن النقابات كل شي لازم يكون مستلموا بعثيين ولكن السؤال هون شو هو؟ وين بدون يجيبوا بعثيين يقوموا بكل الأدوار هي ويديروا كل شي ومؤسسات وجيش؟ هو أصل عدد البعثيين واتصار انقلاب اثماني آدار ما بيطلع خمس مئة واحد بسيطة منفوت أعداد غفيرة من الناس بالحزب وكل بعثي جديد بيجيب قرائبين وولاد ضيعته بيفوتون على الحزب وإذا واحد منه مثلا دارس شوي استاذ مدرسة منعمل له دورة سريعة منضبط له أموره ومنخرجه ضابط بس أعكت له أستاذ يعصب عليك طيب أين هو أبو عبدو؟ مو الحلقة لتلي عن أبو عبدو؟ أبو عبدو يا سعاد قصته قصة هو كان ضابط وعضو باللجنة العسكرية مثل ما قلتلكه وكان يعتبر من المتشددين اشتهر بتوقيع على قرارات تطهير الجيش اللي كان ينوله إياها مدير مكتب شؤون الضباط صلاحة جديدة يعطيها إلو وقع يوقع بدون ما يتطلع أبو عبدو أمين الحافز ما كان كثيرين ينتبه يقول له أبو عبدو هؤلاء الضباط تب القائمة هؤلاء الضباط رجعيين ضد الثورة وقع لنا بالله هون يوقع أبو عبدو هؤلاء الضباط ناصريين وقع يوقع طيب هاي القائمة لأضباط متأمرين وقع يوقع يتسرحوا عدا عن ذلك اشتهر أبو عبدو بخطبه الرنانة تهديد ترهيب سوف أفعل سوف أعمل سوف نكسر سوف نسحل ولو أنه أغلب المصادر التاريخية بتقلك أنه كان حكي بس سوف كان يمي للتصالحية ما كان يحب المشاكل كثير كان دائما يحاول يحل الأمور على أنه لا غالب ولا مغلوب خلاص نعود هيك ونفرطها وأبو عبدو ما كان لحاله بالحكم السلطة الحقيقية كانت بأيد اللجنة العسكرية هي مجموعة الضباط بعثيين كانوا ماسكين مفاصل السلطة بالبلد وأش هرون محمد عمران أبو ناجح يلي كان نائب رئيس الجمهورية يعني نائب أبو عبدو وصلاح جديد أبو أسامة يلي كان رئيس مكتب شؤون الضباط لاحقا صار رئيس الأركان يلي كان تقريبا متحكم بكل التعيينات والتسريحات بالجيش وحافظ الأسد ما غيره وأبو سليمان حافظ الأسد كان قائد قاعدة لضمير العسكرية الجوية قريبا على الشام قريبا على دمشق وكان قائد القوى الجوية السورية وعدو قيادي بحزب البعث ومن أكتر ضباط الجيش نفوذا بالبلد هدول كل آياتهم كانوا بالسلطة مع عميد الحافظ أبو عبدو يلي كان بلحظة من اللحظات رئيس جمهورية ورئيس وزراء وزير الدفاع وعدو قيادة قطرية وعدو قيادة قومية بنفس الوقت ما شعر ما بحزب واسمعوا هيا سعاد وحمادي بما أنه السلطة كانت بين إيدين الضباط كان الصراع الحقيقي بين آتهم سن 1964 كان محمد عمران من جهة والباقية كل آياتهم بجهة تاني محمد عمران ينحدر من عائلة علوية من منطقة المخرم الفؤاني بشرق حمص اختلف معرفقاته بالطرف الثاني لأسباب كثيرة أهم هو إنه صار يتقرب من قيادات البعث المدنية ويفضح أسرار اللجنة العسكرية مشان هيك بسرعة تأزمت العلاقات بين وبين اللجنة امطردوا منا ونفوه على إسبانيا بشو اتهموا؟ قال كان عم يعمل تكتل طائفي بالجيش طيب شو صار بهذا التكتل؟ لغوه؟ فرطوه؟ لا التكتل اللي تهموه إنه شكله لأنه طائفي ضل ما لغوه محمد عمران بلش الخلاف يصير بين أمين الحافظ وصلاح جديد صلاح جديد كان يمكن أخطر شخصية بسوريا بالقرن العشرين رجل الظل يلي كان ماسك كل مفاصل الجيش بإيده ورغم نفوذ جديد الكبير إلا إنه المنافسة بينه وبين أبو عبده ما كانت محسومة صحيح جديد كان هو اللي مسيطر على الجيش متل ما الناس استراتيجياً هو اللي مسيطر على الجيش بس كان بحاجة أبو عبده وأمين الحافظ ليكون الواجهة قدام الناس أمين الحافظ كان له ميزات شخصية شعبية بيحكي مثل زعماء الحارات بنفس الطريقة اللي فيها نبرة تصالحية طب يا شباب تعو نعود تعو نعمل حبيباتي بأووس الشوارب خانست عنها اللازل عبدأني بالإضافة لهذا الشي أبو عبده كان عنده كاريزمة بالنسبة لبعض الناس بيحكي مثلهم لغته بسيطة ما بيستخدم مصطلحات كبيرة بيحكي مثل الناس وأصله من مدينة حلب الكبيرة وهالشي ساعده وبالإضافة لأنه معه كتلة من ضباط الجيش يعني كان مهمنا وعما بس بصيف سنة 1965 انفجر الخلاف صلاح جديد اتهم أبو عبده وقال له أنتش ديكتاتور وماسك كل السلطة بإيدها مع أنه صلاح جديد نفسه لعب دور كبير بمراكمة هاي السلطات كلياتها بإيدين أبو عبده حتى صلاح جديد نفسه كان يقول أنه أمين الحافظ أبو عبده هو هبة الله العظيم لهذه الثورة ولهذا الحزب بس طبعا لما كانت الإخناء والصراع شغالين الحب كلياته راح وكان أبو عبده عبتهم صلاح جديد بالتآمر هو تهمت التآمر نحن عنا دائما جاهزة بيجي بتغيقى أمين الحافظ طلع بصلاح جديد وقال له أصلا كل التسريحات مع الضباط اللي خلتني وقع عليها كان هدفها أنك أنت يزداد نفوذك وقوتك أنا هلأ كشفتك كل اللي تسرحوا ضباط من الأكثرية السنية وبدلتهم بضباط أكثر منهم من طائفتك وعامل تكتل طائفي واضح بالجيش لأنا أبو عبده ما بتمر عليها الشغلات يا أستاذ صلاح على كل حال ملف الطائفية بالسياسة والصراع على السلطة بسوريا ملف شائك وحزين وإن شاء الله بحلقة تانية رح نحكي عنه بشكل خاص بنفس هذه السنة سنة 1965 قدر صلاح جديد يستميل ضباط كانوا محسوبين على أبو عبده أمين الحافظ يعني جابوا لطرفه ومنهم مين؟ بوقتها كان المقدم مصطفى طلاص نفسه ليصار لاحقاً العماد مصطفى طلاص اللي ضل وزير دفاع السوريا لأكتر من 30 سنة كمان اسمعوا هي يا حمادي وسعاد بيقلك الباحث الهولمدي المتخصص بهديك الفترة بسوريا نيكولوز فان دام إنه مصطفى طلاص كان محسوب بالأول على أمين الحافظ بس هذا مصطفى طلاص كان بليلي من الليالي بكباريت ملها ليلي مخصف والله ما بعرف تضارب مع واحد خنق مع جماعة قام عاقبوا أمين الحافظ وما ساعدوا ما طلعوا من الموضوع مين ساعدوا ومدلوا يد العون؟ صلاح جديد قام صار محسوب عالمي على صلاح جديد ونعم الضباط ونعم الأحداث هو بالحقيقة الصراع كان بين تكتكة صلاح جديد الذكية وقرارات أبو عبدو المتسرعة والخرقاء واللي ما كان يحسب نتائجها وأحياناً بتلاقي ما بياخد قرار سريع لا بيصيد متصلب وما بياخد قرارات أبداً أو متل ما قال ضابط أمن سوري بهديك الفترة صلاح جديد هو ضابط مدفعية يحسب الضربة تابعه بالدقيقة واللحظة وبالميل اللي لازم كيف تنضرب أما أبو عبدو أمين الحافيس فكان ضابط موشاج جريء وشجاع بس كان يكتفي بإنه يصريق ويمسك السيف ويقول عليهم وفعلاً بنهاية الشباط فبراير سنة 1966 تمكن صلاح جديد من حسم الصراع على السلطة لصالحه صارت معركة شريسة هجمت قوات المغاوير على بيت أبو عبدو بمنطقة أبو رماني بدمشق وهجموا على المقر الرئاسي بقصر الضيافة استمرت المعركة إلى ساعات طويلة وخل في الضحايا من الطرفين صار في ضمار كبير بالأصر والبيت وكان فيه جرحة منه نولاد أبو عبدو نفسهم وخرج بالنهاية أبو عبدو أسيلاً على معسكر القابون وقعد يتفخر أنه طلع طلعت عز طلع مرفوع الرأس دافع عن حاله لآخر لحظة وبعدين اعتقل أحد مؤسسي حزب البعث صلاح الدين البيطار واعتقل معه قيادات من الجيل الأول وانقلب الحزب رأساً على عقب ودخلنا بعصر جديد كان فيه ضابة صلاح جديد هو الكل بالكل بنهاية الحلقة الشي اللافت والمحزن يا حمادي ويا سعاد أنه الأحداث هاي اللي صارت بالأسود والأبيض من حوالي 60 سنة لسا تم أسرع على حياتنا لليوم أبو سليمان حافز الأسد اللي كان بوقتها قائد سلاح الجو كان هو أكتر واحد استفاد من الصراع بين أمين الحافز وصلاح جديد لأنه كان من نتيجة النزاع أنه صلاح جديد طلع من الجيش وراحت تولى منصب سياسي بالحزب خلص ما عاد يفضل الجيش وعلى مين اعتمد بداله بالجيش على حافز الأسد اللي صار بعضين الكل بالكل بالجيش ولاحقا حافز الأسد نفسه أزاحر فيه عمره صلاح جديد وانقلب عليه تاريخ لساته بيأثر علينا لليوم بس انكتب بطريقة أقرب للعب للكوميديا السوداء التأميم الاقتصادي بوقتها صار بالجكر بالنكاية هيك تهور بدون أي دراسة كانوا يجيبوا دليل لهاتف يفتحوا هيك معمل حمادي شركة سعاد أممون هي مو مبالغة فعلا هيك صار بالواقع مجموعة ضباط أعمارهم بالثلاثينات قرروا مصير بلد كامل لعقود ضابط بيغير ولائه إذا وعدوا بمنصب ضابط ثاني طلع من شجار بملهة ليلي كبارة واحد ساعده الثاني ما ساعده بيلول عنده رئيس جمهورية فرحان لأنه بالمرحلة الأخيرة من اللابة بيليفل الوحش طلع بيعز ما عاد علم عليه يوا صحي أنا بلد راحت وانخربت وعم نلعب على بلد نحنا بس الأعدم مؤاخذة كلهم اللوحة تيعلم عليه ونحنا عم نروح بين الرجلين يعني ثلاث أربع عم يتقاتلوا مع بعضهم كبارة وملها ليلي ومراجل وطلعت عز ونحنا عم نفرج وهالأحداث كل ياتها هاي صارت قامتها قبل بسنة بس من نكسة السبعة وستين أسوأ هزيمة عسكرية تتعرض لسوريا بتاريخها لهلأ ما طلعت سوريا من نتائج سبعة وستين الكارثية الجولان لهلأ محتل طب وين الضباط؟ ما عم يتقاتلوا ملا ليليه وطلعت أهز ولأ وعلمت عليه وما علمت عليه أحداث قديمة وأثارة حاضرة لليوم طوابير على الخبز منفوت من أزمة منطلع بأزمة بداية التسلط على المؤسسة الدينية وتسييس المشايخ تحكم النظام بالأوقاف وتعيين المشايخ بدأ من هديك الفترة عين ومفت جديد للجمهورية بهديك الفترة هو ليس إلا الشيخ أحمد كفتارو كان يجيب معه المشايخ ويجل عند أبو عبدو ويعدوا معه ويعطوا بركتن وطاعتن ومن وقتها بدأ إهمال الشعب واعتباره آخر هم السلطة التعاملوا معنا كقاطية حمام مقطوعة ميتو الخمسينات والستينات يا حمادي ويا سعاد عقدين كتير مهمين بتاريخ الأمم والدول بهذا العصر انطلقت أهم الصناعات الإلكترونية سامسونج بكوريا الجنوبية بهالعشر سنين هدول بلشت شركة هيونداي تعمل عقود ضخمة أشباه الموصلات هاي شغلات إلكترونية اللي عامل إزمة بالعالم كله هاته هاي بهالعقدين بلشت بأميركا وشرق آسيا لك بهذا العقد كانت بداية الذكاء الاصطناعي المؤتمر التأسيسي لهذا المجال اللي اليوم شركاته هي أكبر شركات بالعالم صار بالخمسينات وشو كان عم يصير بسوريا بهذه الفترة بوقتها كانت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي اللي هي نظرياً أعلى سلطة بالبلد تجتمع مع بعضها الأعضاء طبعا يجتمعوا ليشوفوا أوضاع عباد يقرروا للمستقبل البلد ما يقدروا يحكوا ما يسمعوا بعضهم هنين عم يتناقشوا من الأروشة والضجة اللي عم بيعملوها مرافقة أبو عبدو اللي يقدروا بـ 41 مع مرافقة حافظ الأسد اللي يقدروا بـ 21 عم بيتخانقوا أصواتنا عالية خلاص بعدين نجتمع لما بنسمع على الأخبار كلياتها أكيد ما رح نستغرب إنه وقعت سوريا منه ما بدأ تقع بل تستغرب إنه كيف ما وقعت من قبل كيف ما فاتت بهالأزمة من قبل شو موقفنا نحن الجيل الثالث من السوريين اللي عم نعاني من آثار الأزمة والتخبيصها شو تركوننا من البلد جابونا على الأسئلة بالتعليقات وإذا حبيتوا الحلقة عطونا لايك وإعجاب وشاركوا الحلقة بين أصدقائكم واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس شوفوا الحلقات السابقة وانتظروا الحلقات القادمة وشوفوا المصادر سلام شكرا